السلام عليكم مرحبا بكم أعزائي في الجزء الثاني من درس الدالة التآلفية والذي يهم كلاميذ وتلميذات السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي إذن في هذا الجزء الثاني سنتعرف على القدرات المنتظرة أولا تحديد عدد صورته معلومة من خلال التمثيل المبياني لدالة تآلفية ثانيا تحديد صيغة دالة تآلفية ثالثا حالة خاصة الدالة التابتة إذن تحديد عدد صورته معلومة من خلال التمثيل المبياني لدالة تآلفية مثال في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم OEJ المستقيم D تمثيل مبياني للدالة التآلفية J كما تلاحظون الشكل جانبه لنحدد مبيانيا العدد الذي صورته بالدالة J هي أربعة كما تلاحظون على محور الأراتيب الأرتوب أربعة إذن ننشئ المستقيم المار من الأرتوب أربعة بخطوط متقطعة والعمود على محور الأراتيب يقطع المستقيم D في نقطة نقوم بإنشاء الإسقاط العمودي لهذه النقطة على محور الأفاصيل فنحصل على الأفصول إثنان العدد الذي صورته أربعة بالدالة J هو إثنان أي J لإثنان تساوي أربعة وبنفس الطريقة لنحدد مبيانيا العدد الذي صورته ناقص إثنان بالدالة J نحدد الأرتوب ناقص إثنان ثم ننشئ المستقيم العمودي على محور الأراتيب في الأرتوب ناقص إثنان بخطوط متقطعة يقطع المستقيم D في نقطة ثم نقوم بإنشاء الإسقاط العمودي لهذه النقطة على محور الأفاصيل فنحصل على الأفصول ناقص أربعة العدد الذي صورته ناقص إثنان بالدالة J هو ناقص أربعة أي J لناقص أربعة تساوي ناقص إثنان سادساً تحديد صيغة دالة تآلفية أولاً تحديد صيغة دالة تآلفية انطراقاً من عددين وصورتيهما لتكون F دالة ألفية X1 وX2 وصورتاهما F لX1 وF لX2 أعداد حقيقية معلومة بحيث X1 يخالف X2 حسب خاصية تحديد معامل دالة تآلفية كما سبق وتعرفنا على ذلك في الجزء الأول فإن المعامل الدالة A يساوي F لX1 ناقص F لX2 على X1 ناقص X2 الأرتب B عند الأصل هو B يساوي F لX1 ناقص A X1 أو يمكننا استعمال F لX2 ناقص A في X2 إذن صيغة الدالة التآلفية هي F لX تساوي A X زائد B ثانيا تطبيق لتكون F دالة تآلفية بحيث F ل4 تساوي ناقص 1 وF ل8 تساوي 7 حدد صيغة الدالة F لدينا حسب خاصية تحديد معامل دالة تآلفية A تساوي F لX1 ناقص F لX2 على X1 ناقص X2 يعني نعوض X1 ب8 وF لX1 ب7 وهكذا نحصل على F ل8 ناقص F ل4 على 8 ناقص 4 F ل8 تساوي 7 وF ل4 تساوي ناقص 1 نحصل على 7 ناقص ناقص 1 على 8 ناقص 4 تساوي 8 على 4 تساوي 2 إذن المعامل الدالة التآلفية F هو 2 الأرتب عند الأصل هو B يساوي F لX1 ناقص A X1 صفة عامة وجدنا أن A يساوي 2 إذن نعوض بF ل8 ونحصل على F ل8 ناقص 2 في 8 تساوي 7 ناقص 16 بتعويض F ل8 بقيمتها تساوي ناقص 9 إذن صيغة الدالة التآلفية هي F لX تساوي 2 X ناقص 9 ثالثا تحديد صيغة دالة تآلفية انطلاقا من تمثيلها المبياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم OIG المستقيم D تمثيل المبياني للدالة التآلفية F الشكل جانبه أوضح لنحدد مبيانيا عددين وصورتيهما نأخذ نقطتين من المستقيم D يسهل علينا تحديد أفصول والأرتب فالأفصول ثلاثة ننشئ المستقيم بخطوط متقطعة العمودي على محور الأفاصيل يقطع D في نقطة نقوم بإسقاطها عموديا على محور الأراتب فصورة العدد ثلاثة بالدالة F هي ناقص واحد صورة العدد ثلاثة بالدالة F يناقص واحد إذن F لثلاثة تساوي ناقص واحد وبنفس الطريقة الأفصول ناقص اثنان صورته بالدالة F ننشئ المستقيم العمودي على محور الأفاصيل في النقطة في الأفصول ناقص اثنان يقطع المستقيم D في نقطة نقوم بإسقاطها عموديا على محور الأراتب ونحصل على الأرتوب اثنان صورة العدد ناقص اثنان بالدالة F هي اثنان إذن F لناقص اثنان تساوي اثنان وهكذا نكون قد حددنا عددين وصورتيهما انطلاقا من التمثيل المبياني للدالة F والذي هو المستقيم الد لنحدد صيغة الدالة التالف F نحافظ على نفس الشكل معامل الدالة F هو باستعمال المعطيات التي حصلنا عليها F لناقص اثنان تساوي اثنان و F لثلاث تساوي ناقص واحد فالمعامل الدالة F A يساوي F لثلاث ناقص F لناقص اثنان على ثلاث ناقص ناقص اثنان نعوض F لثلاث بالعدد ناقص واحد و F لناقص اثنان بالعدد اثنان ونحصل على ناقص واحد ناقص 2 ثم على 3 ناقص ناقص تعطينا زائد 3 زائد 2 ثم نبسط الحساب فنحصل على ناقص 3 على 5 الأرتوب عند الأصل هو B يساوي F ل3 ناقص ناقص 3 على 5 في 3 يساوي ناقص 1 ناقص ناقص 9 على 5 ناقص 1 زائد 9 على 5 بعملية حسابية بسيطة نوحد المقام فنحصل على ناقص 5 زائد 9 على 5 تساوي 4 على 5 هكذا نكون قد تحصلنا على معامل الدالة F والذي هو ناقص 3 على 5 والأرتوب عند الأصل الذي هو 4 على 5 وبالتالي صيغة الدالة التآلفية هي F ل X تساوي ناقص 3 على 5 X ناقص 4 على 5 الشكل جانبه يوضح صيغة الدالة التي استخرجناها من التمتين المبياني لهذه الدالة رابعا حالة خاصة الدالة التابتة إذا كان معامل الدالة التآلفية F منعدما يعني A يساوي 0 و B عدد حقيقي معلوم فإن F تسمى دالة تابتة وتكتب على الشكل F ل X تساوي B أو F العلاقة التي تربط كل عدد حقيقي X ب B الشكل أسفله يوضح المستقيم الذي يمر من الأرطوب B من النقطة B على محور الأراتب والموازل محور الأفاصيل والذي هو تمتيل المبياني لدالة تابتة F ل X تساوي B إذن التمتيل المبياني لدالة تابتة هو مستقيم موازل محور الأفاصيل وإذا أخذنا جميع النقط من محور الأفاصيل فصورها بهذه الدالة تساوي B مثال F لناقص ثلاثة تساوي F لإحدى عشر تساوي B هكذا نكون قد أنهينا الجزء الثاني من درس الدالة التآلفية للسنة التالتة من التعليم التناوي الإعدادي والسلام عليكم